الحقيقة قبل ما نبدأ أي موضوع في حلقات أو في الحلقة دي وهو الحلقة مليانة مواضيع يا رب نعرف نخلص جزء كبير منها قبل ما نبدأ الموضوعات تالحلقة شغل بالنا موضوع الحقيقة غريب جدا وهو كنا نعرف أو نسمع عن أسماء أفلام زي صعيدي في الجامعة الأمريكية تمشي وكان فيلم كوميدي وكده أو زي ما شفنا عبد الحليم وهو بيغني في الجامعة ومعه ما استرى يعني الجامعة والأغاني الجامعة وشخصية فيها لكن النهاردة في جامعة بنها كان فيها حاجة لا هي عبد الحليم ولا هي الصعيدي النهاردة جامعة بنها منارة العلم في بنها بتكرم شعبان عبد الرحيم يعني الحقيقة الحقيقة لا أجد كلام أقوله أن جامعة بنها في زمن اللواء عبد العاطي كفتة أسدت الجامعة يكرمون شعبان عبد الرحيم بمناسبة اكتشافاته العلمية في علم إيه جامعة بنها تكرم الباحث عن إيه بتاعت شعبان شعبولة تقديرا لكرشه البارز وفكره الحائز على إيه بس خلاص شعبان عبد الرحيم بيتكرم في جامعة بنها جامعة بنها الحقيقة على فكرة بنها دي بلد عجيبة جدا بنها دي اللي المقوقس بعت للرسول صلى الله عليه وسلم العسل منها بنها دي حاجة أنت مش متخيل بنها دي بلد عاملة إزاي شعبان عبد الرحيم بيتكرم في جامعة بنها أنا مش تلاقي كلام أقوله يعني يوم ما شفنا الصعيد في الجامعة الأمريكية هو ولد مكتهد اللي هو الشخص اللي كان بلعبها محمد هنيدي ولد مكتهد السنو العامة ومن أوائل السنوية وغني أو يعني من أسرة كويسة وبعدين بيروح يقابل الناس ومواقف وطرائف ما كناش نتخيل أن بدلة محمد هنيدي الصفرة اللي كانت في الفيلم هتبقى حقيقة يوما ما لا لا هات الصور هات الصور حقيقة يوما ما وهيدخل شعبان بالبدلة دي يعني هنيدي في الجامعة الأمريكية كان بيعمل شخصية كوميدي جدا فكان لابس بدلة غريبة جدا جدا والناس بقى ما يتم الدحك على البدلة بتاعته لأنه هو صعيدي مش فاهم حق يعني كده يعني لا ده بقى ده بجد ده مش هلم كوميدي ده مش إخراج حد ولا تأليف حد ولا سنائي ولا أي حاجة ده بجد شعبان عبد الرحيم أسد زد جامعة بانها بيكرموه شفتوا عار كده والله شفتوا عار بالطريقة دي على إيه بقى؟ يعني أفهم لو هما بيكرموه على أنه خد الاستوانة البلاتيني مثلا أفهم لو هو خد جايزة أمي مثلا أفهم لو هو عمل حاجة في المزيكة على فكرة إحنا عندنا في الموسيقى الحقيقة موسيقيين عظماء جدا شباب وكبار يعني عندنا مودي الإمام عندنا اسمه إيه ده اسمه إيه ماهر عندنا هشام نازي عندنا ناس كتيرة جدا جدا عبقرة في المزيكة عبقرة بجد وعملوا حاجات في المزيكة هتدرس وعندنا بقى قابلوهم بقى مشير المصري وعندنا ناس كتير قوي عايزين تكرموه دول إنما شعبان عبد الرحيم بمناسبة إيه؟ وبعدين شعبان ده قدوة المين؟ ده شعبان ده فقرة ده شعبان ده مسخة ده شعبان سبة في تاريخ الغناء المصري والعربي ده شعبان جريمة ده شعبان هو المراضي في الإلة الأدب ده شعبان هو التفسير الحي للي إزاي الحمار يغني بتكرموه على إيه؟ ماذا أضاف شعبان للمئة سنة في غنى اللي إحنا عملناهم من أول سعبد الحمولي والست ماذا أضاف شعبان للمزيكة الشرقية والمصرية؟ لا شيء ده واحد عايش على لحن ده واحد من إنه هو نكتة عايش على لحن واحد من ساعة ما بدأ يعني الحقيقة هو ما بدأش باللحن بتاع عشيل حديد وبتاعه وبدأ قبل كده لما التريع على الله يرحمه حصل لصمر وقال عليه مش عارف كان إيه وبتاعه شعبان ده أنا اللي عارف تاريخه شعبان ده كانوا بيجيبوه زباط اسم الموسكي بالليل يمسكوه بحيطة حشيش مضروبة ويقعدوه في الإسم طول الليل يغني لهم عشان يتمسخروا عليه ده شعبان عمل إيه شعبان في المزيكة وبعدين أستاذ جامعة بانها ده ما كانش المكسوف واقف جنبه؟ ما كانش محرج إنه واقف جنب شعبان عبد الرحيم بس أهداي يقول لك دي الجامعة دي الجامعة دي واحدة من جامعات مصر على كل حال دي الجامعة اللي رخصت نفسها قوي زي ما شفنا رئيس جامعة القاهرة هو واقف يرقص واقف ينقط الوطنية وزي ما شفنا بعد كده جامعة جنوب الوادي والجامعات التانية اللي كل أستاذ فيهم طلع ينقط الاستفتاءات الدستورية ده اللي شفناه فطبيعي جدا في الانهيار ده يصل بنا الانهيار نحن نكرم شعبان يعني طبيعي جدا ان الانهيار يصل من مرحلة ان رئيس الجامعة يقف ينقط زي النبطشية لحد ما يكرم جامعة بانها هتكرم شعبان أنا الحقيقة لازم أدافع عن شعبان أيها السادة لأن شعبان هو رمز العصر زي ما مرتضى منصور هو رمز عصر مبارك أو جزء من عصر مبارك لحد النهاردة أيه سر مرتضى منصور أنا معرفش ماسك على مين أي مرتضى منصور أنا مش فاهم وبالتالي إذا كانت الرياضة يا مرتضى منصور فالفن في مصر شعبان عبد الرحيم يا حضرات نادي الجزيرة في سنة من السنين ما رضيش يقبل عضوية عمر دياب نادي الجزيرة ما رضيش يقبل عضوية عمر دياب وهو هو الميجا ستار بتاع العرب وكان طبعا عمر يشتري نادي الجزيرة باللي عليه إنما النادي ما رضيش يقبله لإنه تقريبا كان فيه مشكلة في شعراته العلمية ما رضيش نادي الجزيرة رفض يقبله كعضو فيه يعني وده عمر دياب اللي أضافت للغنى اللي عمل حاجة جديدة في الأجنية العربية والمصرية نجم النجوم الكاسح نادي الجزيرة ما قدرش ما قال له ما قدرش قابلك جمعت بانها بتكرم شعبان دي النتيجة الطبيعية للعلم والتعليم والمرحلة الجمعية في مصر عادي جدا تخيل أنت نفسك طالب في جامعة البنها في أي كلية وبتتفرج على شعبان وبتكرم إيه النتيجة بقى قدوتك هتكون إيه آخرك هيكون إيه السلاسل دي والحاجات واللبس اللي عملوا اللي شبه لبس بتاع المصارعة بتاع الدابل ودابل دول شبهه بالضبط شعبان ما بيعرفش يقرأ يا حضرات شعبان عبد الرحيم ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب أصلا شعبان ما بيعرفش يغني شعبان ما بيعرفش يعنيه مزيكة شعبان ما يعرفش يعنيه غنى يعنيه مقامات شعبان دائف فيه بايخ مستمر معنا لحد الوقتي جامعة بانها شافت أنه هو أسطورة فيجب أنه يتكرم على كل حال ده طبيعي جدا بعد ما رئيس جامعة القاهرة وقف نبطشي وبعد ما أسازت الجامعة وقف نبطشية للتعديلات الدستورية